هي ليست بأزمة مستحدثة عمرها ثلاث سنوات وقرع لها جرس الإنذار مرارا وتكرارا أزمة جعلت السوريين يتربعون على قائمة من الأزمات المتلاحقة تكاد لا تنتهي إحداها حتى تبدأ أخرى أزمة اللجوء في مقدمتها ولكن فصل الشتاء القارس يجعلها تغدو أزمة للموت تقرير لمفوضية شؤون اللاجئين أعاد للأذهان مجددا هولى المأساة وكارثية نتائجها السوريون احتلوا الترتيب الأول كأكبر مجموعة للجوء بعد أن كان الأفغان في صدارة الترتيب لأكثر من ثلاثين عاما أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري حتى منتصف العام الماضي يمثلون ما يقدر بربع تعداد اللاجئين في العالم وإن كان هذا الرقم مثيرا للريبة فبحسب تقديرات مفوضية اللاجئين سيصبح أكثر من أربعة ملايين مع نهاية العام الحالي الدول المجاورة لسوريا في لبنان والعراق والأردن وتركيا ما زالت تتحمل العبء الأكبر للأزمة وإن كانت أزمة اللجوء في المنطقة وصفت بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية فأنها أيضا من أقسى الأزمات على مفوضية اللاجئين منذ سبعة عقود مع بلوغ تعداد اللاجئين على مستوى العالم خمسين مليونا للمرة الأولى منذ عام الف وتسعمائة وخمسة وأربعين الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لرعاية اللاجئين لم تستطع المفوضية مع كل جهودها سوى تأمين الجزء اليسير منها وعلى ما يبدو أنه ما من سبيل لاستدراك هذه الأزمة وتبعاتها إلا بوقف حرب بلغ عمرها نحو أربع سنوات